بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين من حمد بن عبد الله صادقنا مين أما بعد طبعا معكم عادل أحمد عوض السري واليوم موضوعنا على أساس أنه حابب أوضح موضوع العريضة المقدمة الرئيسة الوزراء الكندي وزير الهجرة والتي كمنا بعملها قبل حدود سنة فالحمد لله كما شرحنا في الفيديوهات السابقة أنه هذا العريضة مقدمة للرئيسة الوزراء الكندي وزير الهجرة بحيث أنه نستطيع أن نجمع أكبر عدد من التوقعات على أساس أنه نحاول أن نحن نخلي الإعلام الكندي يهتم في الموضوع ويدعمنا وفي نفس الوقت لما أروح أقابل أو أعمل اجتماعات مع رئيس الوزراء أو وزير الهجرة أو مثلا الأعظام مجلس النواب يكون عندي حاجة أستند عليها لما أتكلم عن موضوع اليمنين طبعا العريضة هذه كمنا بعملها قبل أعتقد أكثر من سنة يعني في نهاية 2016 طبعا عملناها أنا وأعضاء النادي اليمني الكندي وعدلنا فيها وعملنا عدة أشياء بحسب خبرة الجميع واقتراحات الجميع في النادي اليمني واللي منهم دكاترة واللي منهم سادذة واللي منهم يعني رجال أعمال وهذه كما تعرفون هذه صفحة النادي اليمني الكندي طبعا العريضة هذه استندنا فيها وقدمناها باسم النادي اليمني وفي نفس الوقت باسم يمن كرايسس طبعا يمن كرايسس هذه الذي كما تشاهدون هذا الموقع أنا عملته في حدود سنة 2016 والكل طبعا الهدف كان من الموقع هذا لي هو يمن كرايسس دوت كوم إنه على أساس أنه يكون طريقة أقدر إن أنا أوصل معاناة اليمنيين عن طريقها فعملت الموقع هذا يمن كرايسس وحاولت أنه أحط بعض الصور معبرة في الموضوع هذا وطبعا هنا لما بعدين بعد فترة أقول لكم أنه ما عملنا الرسالة هذه جهزناها نزلناها طبعا باسم يمن كرايسس ولكنه طبعا حاولنا نشر العريضة بقدر المستطاع وكل شيء ولكنه ما تلقى ناشي يعني أنا صراحة لما نزلت العريضة كنت متوقع أنه بلقى يعني حدود مليون توقيع وأكثر أو شيء زي كذا كنت متحمس أنا وعضان نادي اليمنيون لكل شباب ولكنه ما حصرناش إلا كانت 2500 توقيع يعني ما كان صراحة انبهرنا كيف نحن نقدر نساعد اليمنيين وهما ما بيساعدونا على أساس نساعدهم ولكنه في بعض الأشخاص حاولوا أن يستغلوا هذا الاسم وهو يمن كرايسس وعملوا شيء باسم كرايسس يمن وحاولوا أن يستغلوا التسمية وعملوا يعني كانت مبادرة معهم أخرى ولكنه طبعا المبادرة هذه الأخرى نحن بالنسبة لك أعضان نادي اليمني ما وافقناش على هذه المبادرة لأنها كانت تتبع طرق يعني غير قانونية فالمهم طبعا هذه هي يمن كرايسس فالعريضة لو تشوفوا يعني في الموقع هذا نفسه أنا بحاول أنا يعني بعض الطرق طبعا في أسفل الفيديو هذا بحاول أحط لكم الرابط تبع العريضة وفي نفس الوقت بحاول أجيب لكم عدة طرق كيف أنتوا تصدعوا تدخلوا للعريضة مباشرة أول طريقة اللي هي طبعا عبر اليمن كرايسس عبر الموقع تبعنا تستطيعون أن تدخلوا هنا تجولة هنا في هنا عندكم زي الرابط كذا تضغط عليه أول ما تضغط عليه طبعا بيوديك العريضة الذي هي هذه هذه العريضة طبعا أحاولنا أن أشرح لكم يعني الحمد لله يعني ما شاء الله يعني ببعض النشطة النشطين على الفيسبوك بدأوا يتفاعلوا مع موضوع العريضة وماشاء الله في خلال يومين ثلاثة أيام استردت من 2500 إلى هذا العدد اللي بتشوفوا الآن أجزاهم الله خير وطبعا كانت مساعدة من عدة أشخاص وأولهم الأخ مصطفى قمحان يعني حاول أن يتوصل مع النشطة عبر الفيسبوك ويدعم في الموضوع هذا والحمد لله جزاها الله خير طبعا الأخ مصطفى قمحان هو معنا في النادي اليمني من فريق الأنشطة للنادي فرع مدينة هاملتن المهمة أنا بحاول أشرح لكم الآن العريضة هذه كما تشاهدون كما تشاهدون هذه هي العريضة طبعا بداية مكتب هنا اسمها هذه العريضة بحيث أن نحن نحاول أن نحن نشيل البنت الذي هو مفروض على كل شخص يقدم لجوء طبعا عملية اللجوء هنا في كندا إذا أنت تقدم لجوء ضروري إذا أنت خارج كندا ضروري أن تذهب عبر المفوضين المتحدة اللاجئين تقدم عندهم وبعد ما يتم مقبولك طبعا في البداية يجيبون لك بطاقة بطاقة لاجئ وبعد فترة يبثوا في قضيتك إن أنت مقبولك لاجئ أولا وبعدين يتم عملية التحويل إلى أي دولة إلى أي دولة يعني من الدول اللي معهم اتفاقية مع المنوضة ومتحدة اللاجئين طبعا الناس الذي يقول لك مثلا أنا اشتري جي كندا في هذه الحالة الشخص أنه يحاول يشوف محامي أنه يبدأ يعامله أنه يدخل لك كندا بعد ما قد عنده قبل مفوضية طبعا محامي يشوف عن طريقه موضوع الكفالة الخماسية الكفالة الكنيسية والأشياء هذه أو ممكن حتى أشخاص يعملوها أو ممكن خمس أشخاص طبعا الموضوع الآن لما تقدم عامل المفوضين ومتحد اللاجئين يأخذ الموضوع من حدود سنتين ثلاث سنين أربعة سنين يعتمد على الزحمة الدولة اللي بتقدم فيها نحنا الآن نحاول نحن نشيل موضوع ثلاث سنين أربعة سنين ويكون مباشرة للاجئ اليمني للشخص الذي يقدم لجوه يمني أنه يتواصل مع محامي هنا في كندا مستشار هجرة أو مجموعة أشخاص خمسة أشخاص أو منظمة أو كفالة أو منظمة اعتمدة من حكومة الكندياء أو موضوع الكفالة الكنيسية مباشرة نحن نحاول نشيل موضوع الثلاثة أربعة سنين في حق المفوضين طبعا كندا كانت قبل في 2016 سمحت للسوريين والعراقيين أن يشيلوا البند هذا في إن شاء لمدة سنة وما شاء الله السوريين دخلوا أهلاهم دخلوا الناس في المخيمات ودخلوا الناس بعدد كبيرا فنحن نحاول نحن نطالب أن يكون لنا نفس الحقوق نفس الحقوق التي جاءت الأخوان السوريين والعراقيين طبعا الحمد لله وضعنا ما هو سيء بالطريقة المأساوية التي تحصل في سوريا ولكن نحن نحاول أن نطلب من حكومة الكنديين التي تساعدنا أنها تجيب لنا هذا السماح لمدة سنة أو فترة معينة على أساس أن نحن نحاول أن نساعد في هذه الفترة وعلى أساس أن الناس يبدأوا يحاولوا يتوصلوا مع منظمات أو منظمات خيرية هنا أو كنائسية أو مثلا خمسة أشخاص ويكون لديهم راتب ويقدروا يكفلوا عائلة أو أن يتوصلوا مع محاولة ونحاول أن نسهل الموضوع هذا وطبعا نحن نمشي خطوة أول شيء نشتغل في موضوع البند هذا نحاول أن نحن نخلي حكومتنا الكندي أن يتشير البند هذا بالنسبة لليمانيين وبعدين نبدأ في الخطوة الثانية طبعا نشرح لكم هنا كيف عمليات هنا طبعا بيكون الشرح كيف عمليات التوقيع على العريضة المقدمة للرئيس الوزراء الكندي ووزير الهجر الكندي طبعا أول ما تدخل على العريضة هذه اللي أمامكم في عندك هنا شيء سهل جدا إذا أنت طبعا تحب تقرأ العريضة تقدر ترجمها تدخل إلى جوجل ترانسليتر وترجمها على طول بالترجمة عربية أنت ما عليك إلا أن تكتب اسمك الأول هنا واسمك الأخير مثلا طبعا لأنه أنا حملت العريضة طبعا هذا العريضة أنا هذا اسمي وهذه العريضة طبعا اسم هذا الريس الوزراء جس انترودو والشخص الآخر اللي هو وزير الهجر فنشوف هنا مثلا بنحاول أشوف أقول اسمي ثاني مثلا أكتب الاسم الأول هنا طبعا تقدروا تكتبه بالعربي وبالإنجليزي مثلا نقول بالعربي ها نقول عادل تمام عادل مثلا السري وبعدين هنا تكتب الإيميل تبعك اللي هو البريد الإلكتروني بعد ما تكتب البريد الإلكتروني على طول بتبدأ على طول أنك تضغط على كلمة ساين هذه معناها أنك توقع هنا طبعا تكتب إذا شير يعني إذا انت شي تعرض العريضة هذه مع صحابك في الفيسبوك هنا انت شي تكتب إذا انت حاب تعرض اسمك في العريضة هذه أو لا أنك من الموقعين طبعا أول ما تم التوقيح هنا أنا بتوصل لي نسخة من التوقيع وتوصل نسخة من التوقيع إلى مكتب رئيس الوزراء وتوصل نسخة أخرى إلى مكتب وزير الهجرة على كل توقيع يتم فهذه هي الطريقة هي سهلة جدا على ما قلت لكم الاسم الأول اللقب البريد الإلكتروني وهنا بعض ممكن تكتب عنوانك هنا بهذه الطريقة أنا كتب عنواني أوردي هنا وعلى طول توقع على هذه سهل جدا جدا يا شباب طبعا أول ما توقع هنا يظهر اسمك مثلا أو مثلا بعض الحين يقول لك وقع و أي شيء من ملاحظة شيء تكتبها مثلا هنا أحد الأخوة كتب وقع وكتب دعمكم الأخوان أهل اليمن بأي شكل أشكال فهذه يعني كتب مع التوقيع هذا الكلام وهذا مثلا عمر العمراني طبعا هذا عمر العمراني رئيس الجالي مني في كالغيري كتب يعني وقع وكتب نفس كتب كلام يعني فعلى طول يطلح هنا تكون قد شاركت و ساهمت في العمل الخيري هذا فجزاكم الله خير يا شباب على دعمنا للموضوع هذا و إن شاء الله بإذن الله زي ما قلت لكم أنه أول ما يكون في معانا عدد كبير بإذن الله بحاولنا نتواصل مع الصحفة الكندية مرة ثانية وبحاولنا نعمل مقابلات مع أعضاء مجلس أعضاء مجلس الأعضاء البرلمان و نحاول نحن بقدر ما نستطع أنه نشوف حل الموضوع هذا طبعا ما نعرف لما كنت أقدم أريضة لأعضاء البرلمان من قبل وشيء زي كذلك يمكن لأنه عدد الموقعين قليل ما نعرف بس أنا بنحاول بطريقة ثانية أنه يكون عدد العضاء كبير ولما أروح أتكلم أروح أتكلم و فيه سند يعني فيه ناس أو عدد كبير أقول لهم مثلا أنه خمسمائة ألف شخص وقع على هذا العديد و نشتي دعمكم شيء زي كذا فيمكن يكون هناك فيه مصدر قوة لما أتكلم وبإذن الله سبحانه وتعالى يعني نتكاتف مع بعض و حاولوا أن تنشروا زي ما أعمل بعض الأشخاص أن تتواصلوا مع ناس إعلاميين والصحف الناس المشطاء الناشطين في الفيسبوك و تحاولوا أن تدخلوهم يدعمونا في هذا العارضة طبعا أنا بحاول أن هذا الفيديو أنا شرحت لكم فيه كل التفاصيل و بحاول أن نزل فيديو ثاني طبعا بحاول أن نزل فيديو آخر في نفس القناة هنا بس أنه يوريك كيف توقيع العارضة على اسم يكون فيديو طويل زي كذا طبعا لو نرجع للموقع الي هو يمن كرايسس هنا هنا لو تضغط هنا في عندك حاجة اسمها فورم اللي هو المنتدى المنتدى هنا طبعا تقدر تدخل للمنتدى المنتدى هذا عملته على شانكم يعني مثلا يمكن إحنا يمكن أن يكون عندكم أفكار يعني تساعدنا أن ننشر الموضوع هذا أو أن هذا يمن كرايسس نحاول أن نحن نوجه رسالة للعالم يعني كيف نحن نساعد اليمنين أو مثلا كيف نحن نترجم أو نبلغ العالم أنه كيف يعني أيش المسائل بتجري في اليمن الآن طبعا نحاول نتجنب المواضيع السياسية هذا هو الأشياء هذه لأنه هذا ما أدلقنا نشحل يعني نحاول نشوف من الجانب الإنساني فهذا هو المنتدى تدخلوا للمنتدى هنا تضفوا آراءكم تضغطوا هنا تضيفوا آراءكم وإن شاء الله بإذن الله نحاول نحن نتابعها وهنا نفس الشيء طبعا عندما تدخل في المنتدى هنا نسخة من العريضة أول ما تضغط هنا على طول الدخل للعريضة وهذه طبعا صفحة الفيسبوك ليمن كرايسس هذه هذا صفحة الفيسبوك اللي عملناها أيضا هنا موجودة طبعا هنا كل التفاصيل أي شيء جديد عن العريضة وعن اليمن كرايسس أو أي شيء بنحطها هنا وهذا زي ما قلنا لكم نبهنا في نومبر 2010 السلام عليكم وردنا على الأشخاص اللي يتواصلوا معنا على الخاص كما تم التنبيه مسبقا أنه ليس لنا أي صلاح أو دخل بالموضوع اللي يتم تناقض بإسم مشابه لإسمنا والذي اسموه بكرايسس يمان وقد نزلنا بيان بذلك عبر جاليتنا اليمنية في كندا في حينها هذا تنبيه يا شباب أنه ليس لنا شيء علاقة معنا فخلاص إن شاء الله يكون هذا الفيديو تفصيلي للأشخاص اللي حاولوا أن يعرفوا عن الموضوع بطريقة تفصيلية يعني وإن شاء الله قلت لكم بحاول أن نزل فيديو قصير على أساس أن نشرح بس عملية التوقيع إن شاء الله فجزاكم الله خير ونشكركم طبعا للمتابعة وإن شاء الله إذا في أي شيء حاولوا أن أحاولوا أحطوا في صفحتي هنا أو في صفحة يمن كرايسس أو في صفحة النادي اليمني وهذه صفحتها الرسمية طبعا عادل السري وحتى لو تكتبوا عادل السري في جوجل بيطلع لكم مثلا صفحتي أو مواقع أو شيء زي كده وإن شاء الله نظل على تواصل ويدا بيد بإذن الله طبعا شوفوا اليد الواحدة ما تصفقنا والله قد تعبت وقد حاولت عملت بقدر مستطاع ولكنه ما قدر توصل إلى الهدف الذي يساعد فيه ولكنه بدعمكم ومساعدتكم في نشر الموضوع هذا وعلى الأقل رفع معنوياتكم لنا بدل الإهانات التي بعض الأحيان تلقاها رفع معنوياتكم لنا ودعواتكم لنا إن شاء الله بإذن الله بنوصل له هدفنا وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته